حد يعرف صحر نصر مشت ليه؟ طيب حد يعرف صحر نصر كانت موجودة ليه اسمنا؟ اسباب الاطاحة قلب صحر نصر والنبي ده سؤال هو السؤال هي اكت جات ليه؟ ليه صحر نصر جات؟ طيب اهو فيتو بتقولك اسباب الاطاحة بصحر نصر والله اخسرتك يا صحر هتحشين يا صحور ايه بقى مشت ليه صحر نصر؟ اطلع بقى طب وانا خلاص ما انا حفزت فيتو عصام كامل تحب اسمعهم لك؟ ايه اسباب الاطاحة بصحر نصر بقى؟ ولا حد يعرف؟ محدش يعرف حاجة اهو وكانت صحر نصر اكدت استمرار جهود عدد من الجهات ومنها البورصة والهيئة الاقتصادية لتحديد جميع الاستثمارات الاجنبية وكانت صحر بشعرف ومن جانب يأكد الدكتور ان الحكومة تنفذ برنامجة جديدة مفيش اي حاجة يعني فيش سبب؟ انها فشلت يعني في جذب الاستثمار؟ حيث تراجعت معدلات جاذب رؤوس الاموال؟ حيث كان هذا الملف يعني صحر مشت عشان معرفتش تجذب رؤوس اموال؟ تبا صدقك انت؟ ولا صدق وزير المالية من اسبوع ورئيس الوزارة من اسبوع كانوا عملين يغنوا يا حلوة الاستثمار الاجنبي في مصر والله العظيم والله العظيم لو دورتلك دلوقتي والله هتلاقي بيانات صدرت عن مدولي ده وعن وزير المالية عن عظمة الاستثمار وازاي باعنا؟ عرضنا؟ وازاي ان احنا الاستثمار الاجنبي جايلنا يلهس؟ النهار ده بيقولك مشوها؟ عشان قال ايه؟ فشلت في جذب رؤوس الاموال في مصر وزيرة القروض الحقيقة يعني رجاء اسمتي ولول دقائق ده كان مقال كاتب مصطفى عبد السلام في جريدة مسمى العرب الجديد اسمها كده بس كان كاتب مصطفى عبد السلامه عندما تصفح محارك الشهير جوجل لتبحث عن أنشطة ومهام وزيرة التعاون الدولي في مصر فان اول ما يظهر لك ليس هو التعريب بمنصبها الرسمي في الحكومة المصرية ولكن باقتران اسمها بكلمات كلها سلبية من عينة مصر تقترض القروض الخارجية الاختراض الدولي المنح والمساعدات صندوق الناق ده هو مصطفى عبد السلام بيقولك لو دورت عليها كتبت اسمها هتلاقي اسمها مخترن بالحاجات دي وعندما تطلع الأخبار منشورة عن السيد ناجد انها تتنقل في الصحات الصحفية والبيانات على موقع وزيرة التعاون الدولي من الحيث عن قرد خارجي لآخر وكأنها تفاضل بين أنواع الثياب التي تشتريها من أفخم محل الموضة في باريس وتنتقل بين القروض كما لو كانت تنتقل بين أحزائتها الفاخرة القادمة من إيطاليا وقبل أن تمر دقائق على توقيع قرد مؤسسة مالية حتى تجد أن السيدة تحدثك عن قرد جديد يتم التفاوض معه وقبل أن يجب في حبر توقيع على اتفاق يغضي بحصول مصر على الدفعة الثالثة من قرد بقيمة مليار دولار من البنك الدول تسارع الوزيرة بالإعلان عن سعي مصر للحصول على الدفعة الثالثة من قرد البنك يعني هي قروض بس ودي تجربة رائعة للسيد المصطفى السلام بيدعونا ليها اكتب اسمه صاحة النصر كده هتلاقي اسمها مقترم بكل القروض اللي في الدنيا مش هتلاقي بقى صاحة النصر محدش عارب اهو مرافع عليك يا مصطفى بس بس ده مين بقى ده وزير المالية اللي تم التجديد ليه بيقولي بقى الإصلاح الاقتصادي نجح في تمهيد الطريق للإصمار الأجنبي الكلام ده كان منقايب على فكرة كانوا بيمدحوا في الإصمار الأجنبي واحد وعشرين ديسمبر اول مبارح 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 يعني كانوا بشكروا وقال لك بقى وتتنجح في تمهيد الطريق للإصمار الأجنبي حيصوا ارتكز على التوسع طيب يعني الست شغالة كويس النهار ده لما مشوها قالك فشلت في جاز بالإصمار الأجنبي انا لازم ادفع عن صحر بصراحة لان صحر يعني هتلاقوا مين ست يعني الحقيقة عملت كل مجهودة عشان تجيبلكم ما يفوق الخمسين مليار دولار بقروض ترجمة نانسي قنقر